بعد تعافيه غادر الرئيس التونسي الباجي قيد السيبسي المستشفى العسكري في تونس وسيزاول مهام عمله خلال ايام الرئاسة التونسية اعلنت استقرار حالته الصحية ومغادرة المستشفى كما اعلن ذلك نجله حافظ قيد السيبسي رئيس اللجنة المركزية في حزب نداء تونس الذي يتزعمه الرئيس وقال حافظ ان الرئيس بات افضل حالا وتجاوز مرحلة الخطر وكان السيبسي قد نقل الى المستشفى بعد وعكة صحية تعرض لها واثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرارة نهاية العام الحالي واعلنت الرئاسة التونسية ان السيبسي سيوقع السبت المقبل قرار دعوة الناخبين في تونس الى الانتخابات المقرارة نهاية العام في اشارة من الرئاسة الى ان الرئيس يمارس مهام منصبه بشكل طبيعي وحسب الدستور التونسي ويبلغ الرئيس التونسي الباجي قايد السيبسي 93 عاما وتولى رئاسة تونس في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2014 وبالتالي 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 وبالتالي